بسم الله الرحمن الرحيم السياسي منها والأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والثقافي وقد جرب الشعب العراقي على مدى سنوات طويلة كل الحلول الممكنة ولجأ إلى كل طرق الرفض والتعبير عن رأيه فتظاهر واعتصم واحتج ثم قاطع أخيرا الانتخابات الماضية مقاطعة هي الأكبر منذ الاحتلال في عام 2003 في مؤشر واضح على تصاعد نسبة الوعي وتيرة النقمة على النظام المحاصصي الطائفي الذي وضع العراقيين بين خياري الحياة المرة أو الموت البطيئة وعلى الرغم من كل ذلك استمر العالم وما يدعى بالمجتمع الدولي في سكوت المقصود على الجرائم البشعة التي ترتكب بحق العراقيين جميعا وهكذا وصلت الأمور إلى النقطة الحرجة التي لا عودة عنها وانفجر غضب العراقيين عبر شبابهم في انتفاضتهم الرائعة في مطلع تشرين الأول لتضع العراق على أبواب التحرير بعونه تعالى بتضحيات شبابه ودعب العراقيين جميعا لهم يا شباب العراق لقد أدهجتم العالم كله بفعلكم البطولي الأصدقاء منهم قبل العداء وأرسلتم رسالة قوية وواضحة إلى العالم كله بأنكم رجال إرادة صلبة لا تنثني أمام وعود الخائبين وتوسلات الفاسدين وقمع المستبدين ونجدنا اليوم أمام واقع استشرفناه منذ أكثر من عشر سنين حينما وجه الشيخ حارث الضاري رحمه الله رسالة إلى العشائر العراقية في العاشر من تشرين الثاني من عام 2007 مبينا فيها المخاطر التي تهدد العراق وأشار إلى ما ينادي به شبابنا اليوم داعيا ومبشرا ومطمئنا ومنبها حيث قال أما مستقبل العراق فليستأثر به أحد فنحن قادرون جميعا بإذن الله على رسم مستقبل له لا يقصى منه أحد تناط فيه الأمور بأهل الكفاءة وذوي القدرة على مجاوزة المحنة وإعادة إعمار البلاد دون النظر إلى الطائفة أو العرق ويكون قوامه التداول السلمي للسلطة بالوسائل المشروعة ويحضر فيه أي عمل سياسي يعتمد برامج طائفية أو عرقية ويمكننا أيضا الاتفاق على دستور جديد للبلاد يحفظ حقوق الجميع بعيدا عن حراب الاحتلال وأطمع الطامعين دستور يشارك فيه الجميع بالاستثناء وليس كدستور الاحتلال الذي غيب إرادة الشعب العراقي وصيغ على نحو يلبي رغبات المحتل وفئات سياسية معينة متورطة معه يعرف الجميع نعم هذا هو ما يحتاج العراقيون اليوم وهو عين ما عبر عنه شباب تظاهرات تشريين في مطالبهم المعلنة الداعية إلى تغيير واقع البلاد تغييرا كاملا واقتلاع أسس النظام السياسي الذي يقمعهم الآن بآلات الحديد والنار يا أبناء العراق لقد أثبتتم صدقكم وصبركم وجهادكم ومطاولتكم وقبرتم بحبكم للعراق الطائفية والعرقية وفضعتم خداع الجلادين وأكاذيبهم ودفعتموهم إلى مأزق كبير يحاولون الخروج منه بكل الوسائل الدموي منها وغير الدموي فالشكر لكم جميعا ولكل العراقيين نساء ورجالا أطفالا وشيبا أصحاء ومرضى الذين سطروا جميعا أروع مشاهد التضحية والتكاتف الوطني والإبداع في حب العراق أما فرسان ساحة التحرير ورمات جبل أحد فبخم بخم بهم فهم الثلة الشجاعة التي أبت على نفسها إلا أن تحمي إخوانها من على برج الشرف وصهوة المجد في ساحة التحرير وكذلك فعل فيلق التكتك المغوار وأبطال السوات الفدائيون وصيادوا قنابل الغاز الشجعان أيها الإخوة ليست هناك قوة على وجه الأرض أقوى من الشعب إذا توحت وتنفس هواء الوطنية النقي وقد أكدت هذه الحقيقة انتفاضة التشرين وكشفت عن ضعف سكنة المنطقة الغبراء وهزالهم على أكس ما كانوا يروجون فقد وضعتهم هذه الانتفاضة في مأزق كبير وأججت الصراعات بينهم وجعلتهم في حيرة من أمرهم في كيفية إنهاء الانتفاضة فهم مختلفون بينهم ولا يستطيعون أن يتفقوا على حل لأنهم أسلوبوا الإرادة ولا يريدون العراق خيرا وهم بغير مصالحهم ومصالح أسيادهم لا يأبهون وهم يعمدون يا إسين إلى خدعة انتظار احتدام الصراع ثم فتح مناقصة للأطراف المتسلطة لترسل مناقصة على من يقدم تنازلات أكثر كما يتوهم غافلين عن رفض العراقيين لهذا المنطق الرخيص الذي يسعى لبقاء النظام بكل سوآته وجرائمه يا أبطال ساحة التحرير ستبلغ هذه التظاهرات النقطة الحرجة التي تغير المسار السياسي في البلد لأنها فعل جماهري غير مسبوق من الشعب في موقف رافض لكل الجهات المتنفذة سياسيا ودينيا وعليه ندعوكم إلى ضرورة التعبير عن مطالبكم بكل قوة ومضوح ومن خلال أصوات صادقة وأيد أمينة فالعمل الذي تقوم به اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين وبياناتها له أثره البارز في جميع الساحات ولكنه ينبغي أن يخرج للعلام في صورة ما أكثر فاعلية وندعو المثقفين العراقيين جميعا بمختلف أوصافهم ومجالات إبداعهم إلى المبادرة بموقف جماعي ساند ومؤطر لأفكار السقف الوطني الذي عبرت عنه الانتفاضة وبيانات اللجنة المنظمة للتظاهرات وبما يعزز من انتشار هذا الإطار ويقوي التحركات السياسية والإعلامية للجنة المنظمة في الساحات الخارجية وقد أنا للجان الدعم الخارجية أن تعلن ولجماعات الضغط في كل مكان أن تنشط لإسناد هذه التظاهرات بكل الوسائل الممكنة في محيطنا القريب والمحيطات الأبعد والمعول بعد الله على التجمعات العراقية الكبيرة في بلاد الاغتراب التي لها أثر كبير في زيادة ألق الثورة وفاعليتها وللمخذلين والمتشككين والمترددين والمعاندين نقول لهم دعوا خيارنا الوطني يمضي في طريقه ودعوا من تسمونهم جماعة صن وشيعة وهذا الوطن من بيع يجربون خيارهم بعد أن فشلت خياراتكم وطاحت بالأرض توخماتكم ودعونا نثبت صحة استشرافنا ودقة تعويلنا على أبناء العراق ووطنيتهم وأكرمونا بصمتكم وتوقفوا عن ركوب أمواج التظاهرات والتنظير بالأفكار والتشكيك بالقدرات والتمسح بالوطنيات وقد كنتم من قبل تتهكمون عليها وتعدونها طينا يعبد من دون الله تحية لشعوب العربية والمسلمة في دعمها لانتفاضة العراقيين وندعوها إلى تفاعل أكبر فهي طريقهم جميعا للخلاص وأخيرا نقول لإخوان العراقيين جميعا ولطليعتهم الشابة قد آن الانتفاضة تشيرين أن تكون ثورة تقتلع الباطل وأدواته وذيوله وأثاره من أرض العراق الطيبة فمرحبا بالثورة التي تصنعون ومرحبا بالمستقبل الذي تنشدون يا شباب ثورة تشيرين الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق في الثالث عشر من ربيع الأول 1441 للهجرة العاشر من تشيرين الثاني 2019 للميلاد